نروح لأخبارنا السريع نهاردة بشكل رسمي أعلن اتحاد الكرة الموافقة على استقالة كابتن عصام عبد الفتاح من منصبه منصبه كرئيس لجنة الحكام ووجه طبعا الشكر لكابتن عصام على الفترة اللي قضاها واللي تولى فيها المسئولية وأتمنى الحقيقة والكلام هنا مش معني بيه كابتن عصام يعني بشكل مباشر أنا أتمنى الحقيقة أنه أي حد في موقع مسئولية لما ييجي يعني يعتذر عن هو يقرر أنه مقدرش يكمل في موقعه ده أو أنه القائمين على المنظومة يشوفوا أنه الفترة دي وكفة زي ما بيقولوا يبقى فيه كده كشف حساب لأنه أنا هنا في نفس المكان مع عبدالي الموسم أو من قبل الموسم عبد ده تفقلت جدا بكابتن عصام عبد الفتاح وبتوليه المسئولية وقلت أن الراجل سجله أكتر من رائع خبراته أو المناصب اللي تولاها برا مصر وجوه مصر تقول أنه عندنا بداية مباشرة لكن لما يجي شوف نتيجة الموسم ده وقرنه بالموسم اللي قبل كده أحس أنه ما فيش فرق ما فيش مش أقول طفرة ما فيش نقل نوعية على الأقل في مستوى التحكيم في مصر ونتمنى بقى لأنه القصة مش قصة اسم عصام عبد الفتاح أو قصة كلاتنبرج اللي هتولى المسئولية ده مصري صحيح وده انجليزي ماشي بس في النهاية إيه المنهج إيه الفيجن أو إيه الرؤية وإيه الميشن المهم اللي هتولى من خلالها أنه يطور مسؤولية التحكيم ترجمة نانسي قنقر